أكد الدكتور مصفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية لم ولن تخفق في سداد ما عليها من التزامات دولية مشيرا إلى أنه يتم تنصيق بصفة مستمرة مع البنك المركزي للحفاظ على التزاماتها وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم على هامشي زيارة لعدد من المصانع في مدينة العاشر من رمضان ومشروعات الإسكان بمدينة العبور الجديدة أكد مدبولي أن الدولة المصرية شغلها الشاغل هو الصناعة والزراعة تفقدنا تلات مصانع كبار التلات مصانع دول الشيء اللي يدعو للسعادة والفخر أنهم طبعا مش فقط أنهم بينتجوا للسوق المحلي وده هدف مهم جدا ولكن أيضا جزء كبير جدا من إنتاجهم بيبقى الغرض للتصدير وده في دوقت التوجه الكبير جدا للحكومة حريص عليه والسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي أكدوا أن الدولة المصرية في الفترة دي شغلها الشاغل أولوياتها الأولى قطاعات الإنتاجية زي الصناعة والزراعة